لدينا هنا ما يوضي لونه كما نلاحظ أصفر برتقالي نأخذ قليلا من الخبز نضع عليه بعض قطرات من ما يوضي إذن تحول إلى لون أزرق داكن أو بنفسجي داكن لاحظوا جيدا اللون الداكن دليل على وجود نشأ ما يوضي لونه أصفر برتقالي هذا الأصفر البرتقالي تحول إلى الأزرق الداكن وبنفسجي بوجود نشأ إذا ما نتحول من الأصفر إلى الأزرق الداكن هذا دليل على وجود النشأ النشأ كما تبين الصورة يعني سكر معقد مركب ويستعمل كثيرا في صناعة الحلويات كما تبينه والصورة جانبا نضع قليلا من ماء اليوضي على البطاطس قطعة من البطاطس إذن نسكب قليلا من النشأ من الماء اليوضي نراحظ هنا تلوون بداية تلوون أزرق الداكن تلوون أزرق الداكن نراحظوا جيدا بداية تلوون هنا يسود قليلا سنتركه وسنحاول أن نرجع إليه في مباد لأن نأخذ بعض نعم نعم لدينا هنا معجنات هذا ما يسمى لسانتير معجنات نضع عليها قليلا نسكب عليه قليلا من الماء اليوضي لاحظوا ماء اليوضي تلوون من الأصفر إلى البنفسج الداكن هذا دليل على أن هذه المعجنات تحتوي على الماء اليوضي سنسكب قليلا من الماء اليوضي على الطاولة البيضة نلاحظوا أن اللون بقي أصفرا هذا دليل على غياب النشأ إذا تجري ببسيطة نستعملها للتلاميذ عندما نحصل على نفس اللون الأصفر فوق غداء أو نعم غداء لاحظوا جيدا هنا تلوون بنفسج الداكن من الأصفر إلى البنفسج الداكن دليل على وجود النشأ بقاء اللون الأصفر كما هو دليل على غياب النشأ وجود النشأ غياب النشأ سنأخذ البطاطس نعيد العملية من جديد تلوون بنفسج داكن وجود النشأ نأخذ البطاطس نعم أين وضعت البطاطس أين وضعت البطاطس نعم هذه البطاطس نلاحظ أن هناك تلوون بنفسج داكن دليل على وجود النشأ شكرا اشتركوا في القناة